لو شفتها يا ريت تبقى تطلعها لنا خلينا لان موضوعنا طبعا يهمنا جدا اننا نتكلم عن الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج ولكن موضوعنا اكثر هو الانتخابات بره وجوه لان اللي بره خلاص يعني كلها ساعات ونبقى لوس انجلس خلاصت ويبقى الدنيا دي خلصت لكن احنا قدام مشهد هل الطبيعي جدا ما حدث في الخارج يعني عكس على الداخل يعني لو كان غير مرضي بشكل كامل للدكتورة مها فهو هيبقى غير مرضي بشكل كامل داخلين ولا مفيش علاقة بين ما يحدث في الخارج وما يحدث في الداخل لا هو مفيش علاقة تماما لان المناخين مختلفين والعوالم اللي بتغبط كل المصريين في المكانين مختلفة تماما والدوافع اللي بتحركهم للتصويت مختلفة الاعداد نفسها يعني متفوتة ما بين هنا وهنا كمان يعني عدد اللي جان المتوفر في الخارج يعني قلب كتير من يعني من طاقة التصويت اللي تقدر تستوعب العدد اللي موجود من المصريين في الخارج وده العوامل كتير يعني ممكن نتناقش فيها في ايه في مشاكل اللي ممكن او في الخطط اللي ممكن تحسن وتخلي عدد المصريين اللي بصواته الخارج يبقى اكبر من كده يعني المسألة محتاجة خطة ووقية لان مش دي الاخر انتخابات هيصواتوا فيها لسه عندنا مستقبل المسألة محتاجة تطوية بس خليني يعني خلينا نتفق على ان اللي حصل في الخمس ست سنين اللي فاته كان افضل يعني يعني في خطوات اه في خطوات في خطوات المراضي احسن من انتخابات 2018 2018 احسن من اللي قبلها ونتمنى اللي جاي ان شاء الله في انتخابات مصر القادمة بقى عشرين تلاتين يكون فيه ما هي هي انتخابات